السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا مجموعة متنوعة من الأخبار والمعلومات سنبدأ الآن بالخبر الساخن عن انقطاع الكهرباء عن جزيرة بون هولم التابعة للدانيمارك هذه الجزيرة موجودة في وسط بحر البلطيق أمام السواحل السويدية يعني في أقصى شرق الدانيمارك ولكنها تابعة للدانيمارك وأنباء منذ الصباح منذ الساعة السامنة صباحا عن انقطاع الكهرباء عن هذه الجزيرة بشكل كامل وعدد سكانية حوالي 40 ألف نسمة اسم هذه الجزيرة بون هولم أصبح شهيرا منذ أن تم ضرب خطوط الغاز نوت سريم في نفس المكان لأنه أمام الجزيرة بالقرب من الجزيرة تمر خطوط أنابي بالغاز نوت سريم وبالتالي الضرر الذي تعرضت له أيضا هو بالقرب من جزيرة بون هولم هذه الجزيرة يتم تزويدها بالكهرباء عن طريق كبل كهربائي تحت البحر يمتد من السويد إلى جزيرة بون هولم وهكذا يتم تزويد الجزيرة يعني بالكهرباء الأنباء منذ الثامنة صباحاً نقلاً عن التلفزيون السويدي أن هذا الكبل الكهربائي البحري تعرض لربما هجوم وتم قطعه فهذه هي الأنباء التي انتشرت منذ الصباح والحكومة الدنماركية تعهدت بأن تعود لحل الموضوع من أجل تزويد سكان الجزيرة بالكهرباء ومن أجل ذلك بدأوا بتشغيل أيضاً محطة لتوليد الطاقة الكهربائية قديمة موجودة على الجزيرة وتم تزويد سلس السكان الآن بالكهرباء مرة أخرى مع الوعد أنه خلال النهار يتم حل المشكلة وعودة الكهرباء إلى الجزيرة فبسبب التوتر الحاصل الآن في المنطقة بشكل عام والأجواء في أوروبا تم ربما الذهاب إلى أن هذا الكبل الكهربائي البحري تم قطعه عمداً ربما بعملية تخريبية جديدة الذي يمتد من السويد إلى هذه الجزيرة هذه كانت المعلومات الأولية ولكن الآن جاء الحدث المغاير أو المعلومات المغايرة الشركة المشاغلة خفوة أعلنت أن هذا الانقطاع ربما سببه عطل فني في شبكات التوتر العالي الملاحظ من خلال تسلسل الأحداث أنه في البداية كان هناك الذهاب إلى نظرية أنه تم قطع الكبل الكهربائي البحري عمداً وبعدها تم التراجع عن هذه النظرية والاتجاه النظرية أنه مجرد عطل فني فالسؤال القائم الآن هل فعلاً تم قطع الكبل ولماذا التسرع إذا كان الأمر كذلك أو ليس كذلك فلماذا التسرع بنقل هكذا معلومة إذا لم يكونوا متأكدين منها أنه تم قطع الكبل البحري بالتأكيد يعرفون ذلك فالسؤال أنه لماذا أولاً تم نشر هذه النظرية ثم لاحقاً تم التراجع عنها إلى فكرة أن هناك خطأ في شبكات التوتر العالي المعلومات لا تزال غامضة أنا أطرح لكم الآن كل المعلومات الموجودة الآن طبعاً من خلال نظرة أيضاً يعني خلال الصحف الألمانية لهذا الموضوع هاي المعلومات المتوفرة ولا يوجد يعني تأكيد مطلق بذلك الخبر الساخن التالي أيضاً كان البارحة مساءً في بانهوف شتغاوس فوت بالقرب من إعفوت حيث لاحظ شخص وجود جسم غريب مركون بجانب رصيف القطار هو بانهوف عبارة عن بانهوف غير يونال بانهوف فليس بانهوف رئيسي مركونة يعني شيء غريب أو جسم غريب مركونة بالقرب من رصيف القطار فقام بالاتصال بالشرطة وبالفعل جاءت الشرطة وعلى ما يبدو أنه ثابت أنه يعني تم أحد ما وضع هذا الجسم هنا وهو عبارة عن متفجرات تم صنعها بشكل شخصي يعني وتم ركنها بجانب الرصيف فربما كان الهدف يعني هو يعني أيضاً عمل أو هجوم مرة أخرى على بانهوف ألماني ولكن الشرطة وجاءت الوحدات الخاصة المتخصصة وتم تفكيك يعني هذا الجهاز وسحبه أيضاً لمعرفة قلابسات الحادث وكيف تم صنعه يعني على ما يبدو أنه تم صنعه بشكل يعني أنبخوفيسيونيل ليس بشكل احترافي ولكن هذه أيضاً مرة أخرى يعني فيما يتعلق بخطوط الحديدية الألمانية يعني خبر ساخن طبعاً لم يتم الإعلان عن من وراء ذلك أما الأشخاص أو أي جهة أخرى لم يتم الكشف عن ذلك وبنفس الوقت لا يوجد تركيز كبير على هذا الحدث يعني من قبل الإعلام الألماني الواضح أن هناك يعني بشكل عام السياسي الآن في تريس عن الأحداث الساخنية التي تحدث هنا وهناك يعني حتى مثل ما قال جنرال كاستن بغاية أنه لازم نظل يعني نحافظ على هدوءنا في هذا الوضع وربما حتى لا يكون أيضاً تسرع في رمي الاتهامات جزافة يعني أيضاً هنا وهناك ولكن الأوضاع بشكل عام متوترة ننتقل الآن إلى الخبر التالي اللي بهمنا نحن جميعاً وهو أسعار الغاز في ألمانيا على المواطنين والشركات الآن تسريب أول مسودة قرار والتركيز على كلمة مسودة أول مسودة أولية تم نشرها تتحدث عن بعض الخطوط العريضة إلى أنه كيف سيتم صرف مبلغ الميتين مليار يورو الذي تم تخصيصه من قبل الحكومة الألمانية لدعم أسعار الغاز في ألمانيا سواء للشركات أو المواطنين رح نلقي الآن نظرة على مسودة القرار الأولية طبعاً لجنة الخبراء هي التي اجتمعت وكتبت مسودة القرار هذه الأولية لجنة الخبراء مؤلفة من حوالي 21 عضو و3 رؤساء 24 عضو ممثلين عن النقابات في ألمانيا عن البوندستاك أيضاً البرلمان الألماني عن مجلس أيضاً العلماء فيسنشافتلا فمجموعة متنوعة من الخبراء اجتمعوا في هذه اللجنة لصياغة طريقة كيف يمكن أن يتم صرف هذا المبلغ لدعم أسعار الغاز في ألمانيا مسودة القرار هذه تنص على نقطتين رئيسيتين النقطة الأولى أن يتم دفع مبلغ لمرة واحدة هذا العام في ألمانيا سواء للشركات أو المواطنين عن شهر كامل نعرف أنه نحن الشهرية بندفع شيء اسمه الأبشلاك يعني اللي هو الرقم الشهري اللي بندفعه نحن عن الغاز عن الكهرباء اسمه الأبشلاك هذا المبلغ الشهري ربما تقوم الدولة الآن في عام 2022 الآن في شهر دتسمبر شهر 12 بدفعه لمرة واحدة عن كل شخص عن كل شركة ربما في ألمانيا طبعا هذا المبلغ يختلف حسب كل إنسان حسب ساحة بيته وحسب عدد الأشخاص للأبشلاك يختلف من شخص لآخر لا يوجد معلومات أدق من ذلك كيف سيتم يعني هل هو مبلغ ثابت للجميع أم هو مجرد للأبشلاك اللي بيدفعه كل إنسان هذا من ناحية من ناحية أخرى أيضا فيما يتعلق بهذا الرقم الأبشلاك يعني فاتورة الغاز لمدة شهر كامل أيضا إنه تتبناها الدولة قد يكون أيضا الأمر على الشكل التالي إنه الشركات المزودة بالغاز لأنه بالطاقة في ألمانيا إنه هن يحاولوا هالفاتورة للدولة ويحصلوا على هذا المبلغ يعني مو إنه يعطونا يا نحن وبالتالي نحن عم نستمر في دفع فواتير الغاز وإنما عن شهر 12 إنه نحن ما ندفع يتم إعفاءنا من هذا المبلغ وأن تقوم هذه الشركات بتحويل هذه الفواتير للدولة وتحصيلها من الدولة بشكل مباشر هذا مسودة القرار الأولية أو النقطة الرئيسية يلي قدرنا نستشفى من الآن يعني النصائح التي قدمتها هذه اللجنة ننتقل الآن للنقطة التالية اللي هي للعام القادم 2023 سيختلف الأمر وتحدثت عن أنا شكل مشابه سابقا في إحدى الفيديوهات كانت إحدى المقترحات أيضا كذلك وهي على الشكل التالي أنه في عام 2023 أن يتم تحديد نسبة 80% من صرف كل إنسان نحن في ألمانيا فاتورتنا نسبة 80% أنه نحن ندفع بأسعار للغاز المخفضة بدون فرض الضرائب الكبيرة عليها وكل هذه الأشياء وإنما 80% من استهلاكنا العادي في السنوات الماضية أنه ندفعه كما يعني في السابق يعني ندفعه بأسعار مخفضة ومقبولة وكل ما زاد عن نسبة 80% ندفع بأسعار السوق الحالية وهيك بيكونوا طبعا ضربوا عصفورين بحجر واحد وهو دعم الناس من ناحية بنسبة 80% من استهلاكهم للغاز كما في السنوات الماضية نعرف أنه المطلوب مننا كلياتنا نوفر على الأقل بنسبة 20% وهيك بيتم إجبار الشركات والمواطنين أيضا على التوفير بنسبة 20% بمعنى إذا صرفنا نحن أكتر من 80% فهذا يعني أنه رح ندفع أسعار أعلى وبالتالي الناس رح تكون أيضا حزرة في استهلاكها هاي النقطة جدا هامة في ألمانيا حتى يتم بشكل أو بآخر أيضا إجبار الناس على التوفير بنسبة 20% على الأقل وهيك بيكون شرحت لكم الآن مسودة القرار الأولية عن المقترحات الآن التي سيتم تقديمة للحكومة الألمانية لاتخاذ القرار النهائي بشأنها أنه كيف رح يتم صرف مبلغ 200 مليار لدعم المواطنين والشركات في ألمانيا طبعا البحث دائما هو يعني بتم دائما أخذ بعين لاعتبر عدة نقاط يعني طبقات المجتمع، الرواتب، الشركات، الصناعات، المواطنين فكتير عوامل يعني بتلعب دور في هذا المجال ويعني بحاولوا يلاقوا الآن الحل الوسط الذي يناسب الجميع كيف سيتم توزيع مبلغ 200 مليار لدعم أسعار الغاز في ألمانيا علما أن هذه النقطة تحديدا حتى يعني منزعجة منها بقية الدول الأوروبية في الاتحاد الأوروبي من ألمانيا أنها قامت بتصرف أحادي لأنه اقتصاد قوي بدعم مواطنيها وشركاتها بهذا الشكل نتخل إلى الموضوع التالي، البارحة كانت انتخابات في مقاطعة نيدا زاكسن أنا أيضا ذهبت للانتخاب، انتخابات لانتاكس فالن يعني كان عندنا نحن انتخاب البرلمان في هذه المقاطعة رئيس وزراء مقاطعة نيدا زاكسن حاليا هو السيد شتيفان فايل الذي أصبح يحكم لدورتين وعلى أغلب الآن لدورة ثالثة فالبارحة كانت الانتخابات في مقاطعة نيدا زاكسن نتائج هذه الانتخابات المقاطعة حاليا يتم حكمها من قبل حزب الاسب دي والسي دي او ولكن على ما يبدون هالتحالف الآن راح يتغير فهذه البارحة وكما كان متوقعا مرة أخرى حزب الاسب دي أيضا في هذه الانتخابات بنسبة أصوات لتو 30.4% هذه النتائج الشبه رسمية النهائية ليست رسمية ونهائية وإنما هذه لحد الآن هي النتائج 33.4% لحزب الاسب دي ولكن لازم نعرف أنه يتراجع أيضا يتراجع قدره تقريبا 3% عن الانتخابات السابقة في المركز الثاني جاء حزب الاسب دي او بنسبة أصوات 28.1% ويتراجع كبير عن الانتخابات لعام 2017 السابقة نعرف انتخابات المقاطعات كل 5 سنوات البرلمان المركزي كل 4 سنوات فتراجع حزب الاسب دي او بشكل كبير وبالتالي منافس شتيفان فيل رئيس حزب الاسب دي او لمقاطعة نيدا زاكسن علن عن استقالته البارحة وانسحابه من رئاسة الحزب الفائز الأكبر ربما في هذه الانتخابات كان حزب الخضر ووصل إلى نسبة أصوات 14.5% وهيك بيكون تقريبا ضاعف عدد مقاعده في البرلمان المقاطعة يعني من حوالي 11 مقاط إلى 22 مقاط كما هو متوقع ففوز كبير لحزب الخضر في هذه المقاطعة فائز كبير آخر في هذه المقاطعة هو حزب الاف دي الذي أيضا تقريبا ضاعف عدد أصواته وحصل على نسبة أصوات 10.9% من الناخبين البارحة في الانتخابات وجاء ذلك ربما بشكل أو بياخر على حزاب بعض الأحزاب الأخرى حزب الاف دي بي الحاكم الآن في الحكومة المركزية على ما يبدو أنه ما رح يوصل لنسبة 5% منعرف نحن الـ 5% يعني كل الحزب لازم يحصل على 5% من أصوات الناخبين في الانتخابات لحتى يدخل البرلمان وقد لا يصل إليها لأنه لحد الآن نسبة الأصوات 4.7% قد يدخل أو قد لا يدخلوا على كانت الأغلب لن يدخل البرلمان الخاسر آخر أيضا حزب اللينك بنسبة أصوات 2.7% وبالتالي ما رح يدخل البرلمان في مقاطعة نيدا زاكسن وقية الأصوات حوالي 5.7% نلقي نظرة على نتائج هذه الانتخابات هذا يعني أن السيد شتيفان فيل وهو شخص محبوب جدا في مقاطعة نيدا زاكسن وأيضا حكم لدورتين الآن وعلى الأغلب سيحكم الآن لدورة ثالثة سيكون رئيس مزراء المقاطعة حكم طبعا الدورة الأولى حكم مع حزب الخضر وبعدها حكم مع حزب الـ CDO حاليا ولكن على ما يبدو الآن سيعود التحالف بين حزب الـ SPD وحزب الخضر مع بعضهم قد يشكلوا أغلبية برلمانية وإن كانت بسيطة ولكن رح يحصلوا على أغلبية برلمانية وبالتالي يمكن تشكيل الحكومة وبالتالي يخرج حزب الـ CDO من الحكم ويدخل بدلا عنه حزب الخضر أيضا في مقاطعة نيدا زاكسن وهيك بيكون حزب الخضر دخل البرلمانات يعني أو دخل الحكم في عدة مقاطعات في ألمانيا فليس فقط في الحكومة المركزية ونجاح كبير لهذا الحزب فالتحالف على الأغلب سيذهب الآن إلى حزب الـ SPD وحزب الخضر في مقاطعة نيدا زاكسن فضيحة تم الكشف عنها من خبال أعلامي ألماني شهير هو سيد بوم أمان اللي بيقدم برنامج CDF غويلة الذي يعمل تحقيق واسع عن أيضا الآن رئيس مكتب البوندس أمت في زيشهات اندى انفوماتيونز تيشنيك في بون هذه هي الدائرة الحكومية التابعة لوزارة الداخلية الألمانية رئيس هذا الجهاز السيد آنشون بوم رئيس البوندس أمت في زيشهات اندى انفوماتيونز تيشنيك اللي هو الأمان في تقنيات المعلومات هي طبعا مركزة في بون وتابعة لوزارة الداخلية هذا الصحفي الألماني كشف الآن عن عدة الأمور فيما تعلق بهذا الشخص وهي طبعا هذا الجسم أو هذه الدائرة تابعة لوزارة الداخلية ولا السيدة نانسي فيزا رئيسة أو وزيرة الداخلية في ألمانيا تم كشف بعض الأشياء عن خلفية هذه الشخصية التي تقود هذه الدائرة المهمة في ألمانيا اللي فيها أمن المعلومات حيث تبين أنه سابقا قام بتأسيس جمعية كان يوجد فيها يعني جمعية فيما يتعلق بالصيبراتاك يعني الهجوم السيبراني وكل هذه الأشياء وتقنيات المعلومات وهذه المجموعة عليها التي تم تأسيسه أو هذا النادي عليه مجموعة كبيرة من إشارات الاستفهام بسبب العضاء الموجودين فيه هو قام بتأسيسه ومن المفترض أن يكون قد ابتعد عنه ولكن ثابت الآن أنه لا يزال على علاقة مع هذا النادي الذي قام هو بنفسه بالمساهمة في تأسيسه سابقا والمفروض أنه ابتعد عنه لاحقا من الأعضاء الموجودين في هذا النادي هنن أيضا أحد الأعضاء على ما يبدو هو رئيس الشركة روسية وهذه الشركة متخصصة بأمن المعلومات والشخص الموجود في هذه الشركة ورئيس هذه الشركة اللي هو أحد أعضاء هذا النادي على ما يبدو أنه عضو سابق في الجهاز المخابرات الروسي وحاصل على ميدالية حتى خاصة عن أعماله وأيضا تكريما له من الرئيس الروسي شخصيا كشف هذه العلاقة المعقدة يعني وزارة الداخلية في ألمانيا جهاز أمن المعلومات التابع لها رئيس الجهاز كان أيضا عضو مؤسس في نادي سابقا ولا يزال على علاقة مع هذا النادي في هذا النادي يوجد فيه شخص عضو سابق في المخابرات الروسية ويصرف كمان برامج سوفتوير في ألمانيا تقنيات المعلومات هذه العلاقة المعقدة تم كشفها الآن وعلى ما يبدو أنها أثرت الآن بشكل كبير على هذا الشخص وبالتالي السيدة نانسي فيزا وزيرة الداخلية على ما يبدو أنها منزعجة جدا من ذلك وقد تقوم الآن بإيقالته من منصبه أو استبداله على الأقل ربما لا يمكن إيقالته بشكل نهائي في أمور قانونية نظمة لهذه الأشياء في ألمانيا ولكن سيتم على الأغلب استبدال هذا الشخص كرئيس لجهاز أمن المعلومات التقنيات المعلومات في ألمانيا وهيك بيكون عملنا جولة على هم الأخبار والمعلومات مثل ما بتعرفوا يعني دائما نحاول نسلط الضوء على أهم الأشياء بشكل أيضا منطقي وعقلاني ودون المبالغة وبشكل حيادي قدر الإمكان تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته